تحت الشعار غذاؤنا حياتنا مستقبل أبنائنا أقامت أكاديمية القمة للتعليم والتدريب والأبحاث بمسرح الأكاديمية الليبية للدراسات العليا جنزور المؤتمر العلمي الدولي الثالث للتغذية العلاجية والحمد لله اليوم في المؤتمر الدولي الثالث اللي تشارك فيها دولة مصر ودولة سوريا بالنسبة للورقات العلمية طبعا بالنسبة للمؤتمر فيه العديد من المحاور حوالي سبعة محاور فيما يخص التغذية والغداء فيما يخص الاستهلاك فيما يخص الصناعات الغدائية كذلك يهدف هذا المؤتمر عند استقباله للورقات العلمية حوالي عشر ورقات علمية وأربع محاضرات واثنين بوستر وشهدت الورشة حضور بعض رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين لعدة مؤسسات ونخبة من المستشارين والمختصين ولفيف من المهتمين وممثلي بعض الشركات الوطنية العاملة بمجال التعبئة والتغليف ومن خلال المؤتمر تم مناقشة العديد من المحاور منها واقع الغداء والتغذية والوضع الراهن لأقسام التغذية العلاجية داخل المؤسسات الصحية وأيضا المنتجات الحلال الاستراتيجية التغذوية المستخدمة للمستهلك الليبي وقد تناول المؤتمر عشر ورقات علمية بحثية من مختلف الجامعات الليبية وجمهورية مصر العربية وعدد من المحاضرات القيمة المؤتمر بغض النظر على المحتوى الأكاديمي والمحتوى البحثي فيما مضمونه من محاضرات فهو إرشادي توعوي مهم جدا ويشمل كل عناصر أو الفئات العمرية للمجتمع الليبي من الأطفال إلى مرحلة الشيخوخة المؤتمر لها هامية كبيرة لأنه يواعي الناس على الأكل الصحي بحيث أنه يحدوا من المشاكل الناجمة عن الأكل الغدائي وخاصة الأكل الغدائي الغير الصحي يهدف المؤتمر إلى رصد ومناقشة مشاكل الغذاء والتغذية وتخديم التوعية ونشر الثقافة التغذوية وطرح المشاكل التغذوية ومقترحات حلولها